فائق الشيخ علي ضيف مهدي جاسم في رمضان الحلقة السادسة والعشرونة مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامج فائق الشيخ علي ضيف مهدي جاسم مساء الخير أبو أروى مساء النور ومرحبا أستاذ وكل عام شهر رمضان الكريم والناس جميعا بخير منتبئة في خير أبو أروى البرحة حتشين عن الاستجوابات من قبل البرلمانيين للوزراء اليوم سنتحدث عن تقاسم اللجان النيابية أو البرلمانية داخل الأحزاب والكتل السياسية بمعنى بالعامية كيف يتم اختيار هذه اللجنة وأهمية هذه اللجنة بالنسبة للأحزاب اللجان توزع بموجب قوائم حسب الدرجات الدرجات شن هي أنه كل كتلة كم نائب عندها بالبرلمان تحصل عدد من الدرجات عندك خمس نواب عندك عشرين نائب عندك خمسين نائب ينطق درجات فهذه الدرجات وين تطبق تطبق على اللجان من يا ناحية من ناحية رئاسة اللجنة ونيابة اللجنة نائب رئيس اللجنة وأيام زمان كان مقرر اللجنة الآن يقولون عدلوا بالنظام الداخلي صار أيضا نائب ثاني أو نائب بديل أو شي منها القبيل ما أعرف بس المهم رئيس ونائب ومقرر ذولة الثلاثة ولذا ها هاي واحد الأمر الأول توزع على عدد الدرجات وعدد النواب كل كتلة تأخذ حصتها من اللجان هاي الكتلة تعرف عدها مثلا رئاسة لجنة أو لجنتين نيابة لجنتين أو ثلاثة مقررية لجنتين أو ثلاثة وهكذا النقطة الأخرى اللي أريد أقولها غير أنه توزيع الرئاسات نعم تقسم اللجان إلى أليف وباء وجيم يعني أليف اللجان المهمة الكبيرة اللي الكل يطمح إلى العمل بها على سبيل المثال مثل اللجنة العلاقات الخارجية لجنة النزاهة لجنة المالية يطمح لو يطمع يطمع ويطمح أخذ نيناتين اللجنة القانونية اللجنة وهكذا بقية اللي جان باء وجيم لجنة الاستثمار لجنة الرياضة والشباب الثقافة كل صحة تعليم تربية كل الوزارات أغلب الوزارات لها يعني تصنيف أليف باء جيم هالشكل النائب صحيح أنت تسمع وشوف بالتلفزيون بأن هو حر في اختيار اللجنة والانتماء له لكن في الحقيقة اللي يصير بالبرلمان تكاد تكون هذه الحرية شبه معدومة وليست معدومة ليش أقول شبه معدومة لأن أنا لما أصريت أن أكون عضو لجنة قانونية قدرت أصير عضو لجنة قانونية بإصراري وعنادي ورفضت أن أكون عضو بأي لجنة أخرى وبالبداية حتى أذكر 2014 دكتور سليمي جبوري قال لي أبو أروى أنا تشنت بلجنة حقوق الإنسان وهي لجنة مهمة وأنت يعني ضروري جدا أن تكون بهاي اللجنة لأن أكون تهاكات عندنا لحقوق الإنسان بالعراق قلت لما أحترامي لك وللجنة حقوق الإنسان أنا ما أريد لو اللجنة القانونية لو أصلا ما أداهم بأي لجنة انسى هذا الموضوع فاثطر هو يعني كرئيس تفاهمواي النائب والنائب الثاني وصرت عضو لجنة قانونية على إيتي حال شبه يعني مو أنه حرية كاملة زين شنو التصنيف يجون الكتل بعد ما يعرف حصته بهذه اللجان يجون الكتل يبلغون نوابهم بأن أنت تروح لفلان لجنة أهنانا وأنت تجل هاي اللجنة أهنانا تغيب معايير التقييم الحقيقية كالعادة شلون الوزارات يجيب واحد مختصاصة تخلي بوزارة مهمة وخطيرة ومختصاصة ولا يعرف ولا يفتهم بها ولا جايبي أبدا هالشكل كواجهة أنا اليوم ولو شوي بديه تبطيء لأن أشعر أشعر تعبان يعني تعبت هاي المقابلات بأمانة أستاذ مهدي نقضتني تعبتني على إيتي حال آآ ما يجبون الشخص المتخصص والكفو في اللجنة الفلانية وإنما ولذا أنت لما تدخل لأي لجنة برلمانية تدخل يشوف أشخاص ليسوا ذوي اختصاص مختصاص ولا لهم علاقة باللجنة ولا أعدهم وعي بموضوع اللجنة اللي تطرحها وتناقشها يوميا والقوانين اللي هي تتبناها فتتفاجأ تقول ليش هالشكل بس الأحزاب تقول لك هذا استحقاقي وأني متمسك بهاي اللجنة طيب شنو أهمية؟ شنو أسباب التمسك؟ أو شنو أهمية هذه اللجنة للحزب اللي هو يبحث عنها؟ مثلا المالية أو النزاهة لنأخذ النزاهة فلوس به كل اللجان؟ كل اللجان شنو مثلا اللجنة مثل اللجنة القانونية وينك فلوس؟ هنا قوانين اللجان المقترحة أو المشاريع اللي تيجي للجان الأخرى تنحال للجنة القانونية لازم تشوفها اللجنة القانونية من ناحية قانونية يدرسون هاي القوانين المشروعات والمقترحات قبل أن يعني ينطون الإذن بالسير في تشريعها كون اللجنة القانونية قد لاحظت كثير من المسائل المتعلقة في هذا المشروع أو المقترحة طيب باقي لزا اي لا هاي ما بيها حتى ارتباطاتها أفرب بوزارة العديل مجلس القضاء الأعلى ما عرف شنوه يعني هاي الجهات مفوضية الانتخابات لا بيها رشوة ولا بيها فلوس ولا بيها ابتزاز ولا بيها شيء ولذا ولذا نعم باعتباري أنا عضو سابق باللجنة القانونية ورئيس لهذه اللجنة كان هناك عقول محترم في هذه اللجنة دائما أكو شخصيات قانونية يكن لها كل الاعتبار والاحترام لكن في نفس الوقت الأحزاب كانت تجنب اللجنة القانونية يعني أحشي لك فالشي اللجنة القانونية من 2014 إلى 2018 مع احترامي والتحفظ على استخدام مثل هذه التعابير وعلي من هو مع احترامي والتحفظ والسنة والشيعة وما شنو لا احترامي ولا التحفظ هو العراق سنة وشيعة وأكراد تركمان ومزيحيين وما أدري شنو بعد شنو هالتحفظ جزعنا ترى خلي أقل للكم هواته متحفظ لا لا أنا أنا أين متحفظ أكو واحد مثلي لا متحفظ ولا يدير بال ولا يهتم لا يهتم بس كل ما تحشي سباحتهم ذول السياسيين هاي مفت فرصة خلي شوي ننتقد خل أحمى لأنت تعبان أنا خلي شوي هيتش أحمى يطلع بالتلفزيون أنا بعيد عن الطائفية وما أتحدث بالمصطلحات الطائفية وما احترامي شو سوي مفطرين سنة شنو لك مفطر شنو مع احترامي شنو لغوا هاي لا احترامك ولا هم يحزنون هوا هاي سنة وشيعة وكراد قوة يقوم قوة وبقية المكونات خلي نحكي بصراحة السنة باللجنة القانونية أصلاً ما كان عندهم تمثيل بالدورة من 2014 إلى 2018 أبداً هم أنا قلت للدكتور سليمي جبوري قلت له يا هاي اللجنة عبارة عن شيعة وأكراد هم اللي متحكمين بها فشنو وين سنة؟ ترى إيس برلماني غير شنو وين سنة؟ غير يبينون رأيهم في بعض القوانين غير ها؟ لازم أكو في الشخصية قانونية سنية أنت هاي المرأة اللي دازيها هاي مختصاصها القانون مختصاصها القانون ولا تعروها قال موجود خلح شيء يعني بصراحة العبارة يعني إذا كان من ناحية طائفية فموجود حسن توران قلت لحسن توران مقرر اللجنة ورجال تركماني مع احترامي يعني حتى لو كان سني له هذا فمو معناها أنه لا لازم فعضو عضوين عندك حالك حال الشيعة والأكراد والآخرين يكون عندك باللجنة القانونية معقول السنة ما عندهم واحد يكون باللجنة القانونية مؤثر وفاعل هاي شوكت؟ من 2014 إلى 2018 عود مني يجينا بالدورة مال 2018 ولاحقا جابوا لهم اثنين ثلاثة سنة عقب يش عقب؟ صار توازن عقب خراب البصرة شأت مذنيتش القوانين بزمان ناية ولو أنا موجود سهلا أنا أرجع ما يمشي علي أنا أنه شي عريدي يمرر شي طائفي أو كردي يريد يمرر شي قومي وين يمشي وقاعد أنا باللجنة القانونية يقدر يمشي شي شي ما يقدر هس له بعد مية ويا عاركة صير باللجنة القانونية فأحمي الشيعي وأحمي الكردي وأحمي السنة وأحمي الأقليات المهم هاي حبيت أو أضحها حتى يفتهموا ليش؟ لأنه هم وغيرهم السنة والشيعة والأكراد والدركمان يتقاتلون وين عن نزاه البرلماني أي على المالي بها خبزة بها خبزة بها فلوس بها ابتزاز يعني أي لجنة مثل اللجنة المالية عدد من أعضاؤها ولاحقا حتى على مستوى أعلى من العضو في اللجنة المالية عدد ارتباط بالبنوك وتصريف العملة أعضاء ايه باللجنة المالية طبعا يطيف ليوس قادر بالاتفاق مع حزابهم؟ أكيد وبالاتفاق مع العراب واللي يجابه وسوى عضو وطب والله فديهم من اللي يوم فعرابين ايه اللي هما يعني رؤساء الكتل ورؤساء الوزارات وهذا فديهم فالشخص من جماعة اللجنة المالية انه احنا وحزب وقوي وعدنا امكانيات ونفتح مقرات وهي وخلنا توحد ببيناتنا ما دام احنا لبراليين وشي انا اعرف تاريخي قلت لي زين تمويل مين؟ قال موجود خير من الله فلوس عندنا شنه شنه خير منه لا مو من الله لا الخير اللي موجود أبدا مو من الله والله ما الا علاقة بالموضوع وبعيد عن هاي السالفة هذا التمويل موجود من البنوك من تصريف العملة لا من الله ولا من ما ادري منه ولا من الملائكة لا من عبدالله اي بس مو من الملائكة ولا من الله اما لجنة النزاهة خونوا ما بطلعوا حشوا وقالوا احنا نبتز حشوها صدقا ام انفعالا ام عدم حقيقة الواقع يقول نعم هو هذا اللي يجر انه اكو ابتزاز وملفات تطمر انا رحت اطلع لان انت تدري هذا المعلومة ايضا للعراقيين وللنواب الحاليين خاصة جدد الشباب من حقه نائب ان يحضر اجتماعات لجنة اخرى من حقه هو سعاني فاق الشيخ علي عضو لجنة قانونية او رئيس لجنة قانونية من حقي اروح احضر اجتماعات لجنة النزاهة النيابية او المالية او الكذا بس بالتصويت ما من حقي اصوت لان انا مو عضو اصيل بهاي اللجنة ومن حقي ايضا ان اطلع على الملفات اللي موجودة في هذه اللجنة اللجنة واعرف خفايا الامور ودقائق المسائل مهم فلما اروح ازور اللجنة اللجنة النزاهة او اللجنة المالية اطلع على بعض الوثائق وبعض الموظفين مني اللي يحبون فائق الشيخ علي يزودوني بمعلومات خاصة باللجنة تخص العمل البرلماني يعني مما جاي يسربون ورقة الواحد خارج البرلمان نائب جايض من حق يقدر ياخذ كل شيء حتى مثلا افرض لجنة الثقافة انا داومت بها فتفترة لان كان عدي موضوع كل شيء يهمني موضوع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية اللي بي اعجبك هذا هذا هم واحد من الاشياء هذا فتفت ملف هالثخنة النجف عاصمة الثقافة الاسلامية بأيام كان محافظ عدنان الزرفي ورئيس الوزراء نوري المالكي قدمت وزير ثقافة منه سعدون الديليمي دفعت لهذا الموضوع موضوع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية بموجب هذا كله صورته انا عدي يعني كوثاق اربعمية وثمانين مليون دولار امريكي هاي الاربعمية وثمانين مليون دولار امريكي شنو وين انصرفت على اساس انصرفت بناء شسمه هذا مو مسرح لان انا صاير هالايام كلش هذا مثل الفندوق مثل المسرح مثل المهجور الان يم الزبالة على طريق الكوفو والنجف ما ادري انسيت اسمه الان شركة تركية سوته وعافوه ما كمله بالاخير وداره وجوه مراعوه هاي وحده وبعد ما ادري شنو يعني الصرف الحقيقي اللي ينصرف اللي ينصرف على هذا وعلى الثانية ما يتجاوز تسعين مليون دولار امريكي طيب الاربعمية مليار مليون وين راحت انا اجاوبك تقاسم ما بين ما بين اعضاء مجلس محافظة النجف الذين يمثلون الاحزاب وبموافقة وزير الثقافة ورئيس الوزراء هو اللي اطعهم براحتهم ذني الاربعمية واثمانين مليون دولار جايق لك بموجب وثائق يعني هسا ما يقدر واحد من عدهم ينكر ويقول لا انا ما هذا الملف كله موجود في لجنة الثقافة في البرلمان وهذا اذا اثير من جديد راح ايضا يسبب ضجة مثل ما في وقتها كان اكو حديث عن عن الموضوع هذا نفس على ايتحال هاي وحدة يعني شوف ترى نموذج لا بعد مو بس نموذج هوايا مهم هاي هاي اضعف لجنة بالبرلمان لان ما حد يقبل يروح له ما حد يقبل يروح له لشن لجنة الثقافة هذا السؤال الاول ما بيها الفلوس مثل النزاهة والمالية او النفط اي يعني ما بيها انا اروح له شن بعدين هو وين المثقف اللي يروح اللجنة الثقافة فنه يكتب سطر هذا حتى يكتب دا دا ار دار انا هسا اذا اتهجة اقل له اكتب دا دا ار دار مثل ما علمنا ابو زيدون معلمنا سنة تسعة وستين اذا كتبها اقص ايدي لان ما يعرف انا هش جايحش شلون يكتب دا دا ار دار لا لا مو دار دال أليف راء لا لا اكتب مثل ما علمني ابو زيدون دا دا ار دار اذا اكتبتها اقصها الايدي بالتلفزيون هاي علم اللي عضو لجنة الثقافة تقصد؟ لا هاي كل الادعياء الثقافة الحاليين اللي الان يدعون ثقافة وغيره انا هيك عن اعضاء لجنة الثقافة لما بعيد مع احترامي سأل بعض يقولك شنو هاي يعني بس انت تفتيم لا انا مثلكم حتى لا تستعجل مو تروح تنتقدني وتقول انا هذا لا 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 طيب الها اسعار؟ الها اسعار اللجنة؟ ايه بس جبتلك مثل انه اضعف لجنة واصغر لجنة بالبرلمان بيها هيتش كارثة وبيها كوارث اخرى مو بس هيتش كارثة زين فكيف اذا هسه ردنا نروح قولتك على لجنة الطاقة مثلا ها؟ شبيها هاي فلوس وشبيها من مشاريع وعقود سواء النفط الابيض النفط الاسود هذا هذا النفط الاسود تدري هذا الشي دور ملايين ويهدر وكذا كل شي زين اما العلاقات الخارجية هاي للأبهة والفخفخة والسفر الى دول العالم والونسة والمتعة هم اكو قتال عليها فذني اللي جان المهمة عليها انقتال بقية اللي جان ايضا استثمار الاقتصاد لما ادري شنو هذا لان اكو مشاريع استثمارية اكو مشاريع اقتصادية مريد انعدل ليش حتى الصحة والتعليم انت الان عضو اللجنة بالصحة شي صور البعض ما بيها فلوس شنون ما بيها فلوس زين واستيراد الادوية وغيرها شو دخل لجنة الصحة باستيراد الادوية هو دور البرلمان شنو مو دخل شنو لجنة الصحة لا لا هو دور البرلمان شنو مرقابي تشريعي مو يراقب وزارة الصحة لو انا فلطان يقدر يراقبها يعني اللي يوافق مثلا بالاستيراد والتصدير لا حتى يجنب اي مسائلة واي حاجة شي واي كذا يتفاهم موية الوزارة وموية العقود وموية كذا مع اللجنة لجنة الصحة مثلا حسنا واحد يقلي زين لجنة التربية شنو ذول ناس فقرة على التربية على وطبعة الكتب شنو شاهم وطبعة الكتب بالملايين مئات الملايين من الدولارات وسنويا شنون ما لها كل هنئلن علاقة بالفلوس كل الليجان كل الليجان يعني لا حتى اكون دقيق معظم الليجان لها علاقة بمسألة الفلوس ويمارسون اعضاءها ورؤساءها طيب الروح بس طبعا اكو استثناءات للنواب والشرفة الحقيقية كل تأكيد لا مو يقول لك احنا ما نحكي مية بالمية ابدا مستحيل انه اكو جايين ناس تشتغل تعمل من اجل لكن هذا ولا خطية دائما يبعدوهم عن مركز القرار يتآمرون عليهم ونصير انتخابات برئاسة اللجنة وما يشنو ما ينتخبوهم الأحزاب ما تتفق عليهم لا هالشكل يبعفوهم طيب فيما يخص الوزارات كيف يتم تقسيمها وليش مثلا بعض المكونات تصر على بعض الوزارات زين تعرف نفس المعايير اللي موجودة بالبرلمان هي كلجنة كلجان كلجان وتوزيع لجان هي نفسها أيضا نقاط وكل حزب وكتلة كم وزير يستحق واللي ياخذ رئاسة الوزراء ياخذ عدد من النقاط كبيرة يعني بعد ما يمنح غير شيء موشكل إلا إذا هو عدد نقاط جدا كثيرة يمنح وزارات أخرى نفس المعايير المطبقة بالبرلمان وهي معايير شنو؟ معايير محاصصة معايير تقاسم سلطات فأكيد الصير هاي الحصص يعني قبال قبال المحاصصة أيضا هناك السيطرة والاستحواذ على نفوذ هذه الوزارة أي يعني بها أبعاد ربما أمنية سياسية نعم والوزارات قاطبة عدها تخصيصات مين؟ بالموازنة وعدها فلوس وكل الوزارات غنية وأيضا أكو وزارات يعني فقيرة مو مثل بقية الوزارات الغنية لكن أكثر وزارتين اللي بيهن فلوس زينة ودسمة وأنت شوف هذا القتال عليهم اللي هي الداخلية والدفاع يعني حسنا مثلا دول العالم إحنا نعيش بأوروبا أكثر وزارتين اللي إلها تخصيصات بالموازنة السنوية وزارة الصحة ووزارة التعليم أكثر وزارتين كل دول أوروبا يعني أجيب مثال قبل كم سنة تخصيصات وزارة الصحة ببريطانيا مئة وسبعة وعشرين مليار باون سترليني يعني مئة وثمانين مليار دولار أمريكي أكثر من موازنة العراق الكلية جاي شوف شنو ونفوس بريطانيا يعني العراق ربع أقل من بريطانيا زين لكن بالعراق المعادلة معكوسة وزارات مثل الصحة والتعليم والتربية والثقافة خطيئة مسكينة ما لهم تخصيصات قوية مثل الداخلية والدفاع لأن الأولوية هكذا العقل السياسي العراقي للأمن بس هو مو الأمن لأن احنا عدنا مليون وشوية مليون وثلاثمائة ألف عنصر أمني بالدولة العراقية إذا ما صاروا الآن مليون ونصر وأمن ماكو بالبلد فوين الأولوية للوزارات الأمنية قلت لما تكون أولويتك هاي غير تعفظ الأمن لما أنا مخلي لك مليون وثلاثمائة ألف عنصر أمني دفاع على داخلية على استخبارات على مخابرات على أمن وطني عادة إلى آخره زين قالوا شنو شو ما حمو البلد بلدنا مهتوك هتك لا أكو واحد يحميه ولا هاي هاي التخصيصات ليش لان كلها بوق كلهم حرامية سوالهم قبل كم يوم فتقص على برنامج لأنه صار بيه تمثيل وأنه الضابط والقائد الشتوني إلى حصة بلد من قلبة الدنيا ما حاجش الشي هذا مو الواقع هذا فشي جزئي وما إلى قيمة كلها أسعار وتنبع وتنشر مقام ولذا ما شوف أنت الاقتتال خليني شوي على الداخلية بالله يا أبو استاذ مهدي أكو وقيت لو شين لو جاي تعين بالأورا لا لا أتتتدري من أتعايم بالأوراق ملاور إلي أسألك على التهامات يقولون فاق الشيخ علي شونه سوا من كان رئاسة اللجنة القانونية أو من كان نائب شونه اللي سوا شونه اللي أنجز بعضي أنا سأروح على هذا السؤال ايه روح للداخلية أتتدري مثلا الداخلية غير موضوعة التسليح وموضوعة غير ذني الموضوعات بيها الجنسية وبيها السفار وبيها ها ذني ايضا داخليه شن الجنسية يعني اصدار الجنسية كمعاملات بها دوائر المرور اصدار اه السنوية للسيارات وال وشن المشكلة والعائدية والما كلها بوك اي و جنسية بوك يعني شون يعني ده واحد يمنح واحد جنسية شن البوك وين البوك بيها رشاوي وفلوس وهذا اي واحد جواز ليش الجواز اذا تقدمه بشكل طبيعي ما يطلع بيوم لو بيومين لو ثلاثة ليش اذا اطلعت رشوة يطلع بالعجل ليش اذا ردت تستقدم عماله ها الا وزير الداخلية يوافق وسووها هاي لما جابوا مئة الف عنصر على عماله من الخارج اسمع هاي المعلومات هاي مهمات مئة الف حصة الوزير وشريكة اللي قاعدة باحدة الدول العربية اللي جاب لها الى كل ما عن كل راس عن كل واحد الف دولار امريكي في مئة الف هاي مئة مليون دولار امريكي وذول العمال ايه شنو وزارة الداخلية ما ينجم مال الفلوس من هولا دخلوا للعراق وخطيئة الان ما يتنقلون من بيت البيت من شركة الشركة من شارع الشارع وهم ذول اللي موجودين بالعراق من دول فقيرة وجوعانة اللي ايضا هما يتواجدون في دول الخليج والدول الغنية الاخرى كعمالة اقصد هما نفسهم نفس الطريقة تفاهم الوزير ومكتب الوزير مع خبراء بهذا الموضوع اللي عايشين بالدول العربية الخليجية وراحوا يجابوا له هاي هاي منظورة لا هاي هسه انا اللي كشفت الكيالهان بشرفك هاي اكو واحد ينظر الهلا وينتبه له كل اللي يعرفه اكو عمالة دخلت للعراق زين انت ما سألت نفسك واحد راح يقول ليش هسه تحكي لا هو انا اللي هسه احكي لو قدت اللي دماغك ما يشتغل ما سألت نفسك هذا شلون طب جاي من بنغلاديش ولا من الهند ولا من باكسا شلون طب للعراق وجاي يشتغل عمالة منو تجابه غير اكو موافقة وزير ها لو لا لو انا غلطان اي زين هاي شنو في سبيل الله سواها هاي واحدة من القضايا اترك هذا الجهاز ما ادري شنو انقلبت الدنيا عالية وراحت بي لا تركنين هاي واحدة من القضايا كله بوق ونيب اكو شي اخر همات هاي فرصة حتى نخلص من الداخلية لان موضوعها كلش واسع ومتشعب شنو هاي مال انتو اجيتو الان تحكمون العراق بحجة انو جماعة النظام السابق ما تطيج جواز عراقي هذا ابن البلد شنو تتحكم بجوازه تخلي ما عنده جواز باقي ببلدان العالم محتار لا يقدر يجدد جوازه لا واذا يريد مرة رئيس الوزراء يقول خاطبوني ومرة وزير الداخلية يقول خاطبوني ليش يخاطبوك وقت شنو علاقتك بالموضوع جواز هذا حق من حقوقه مثل جنسية اذا او عراقي مولود بالعراق من ابوين عراقي اشلون يعني ما تمنحه جنسية لازم يخاطب رئيس الوزراء لو وزير الداخلية لو هذا من حقه تطيج جنسية زين التعايف لآلاف العراقيين ما تطيهم جوازات بحجة لو ابن واحد بالنظام السابق لو اتمن ياهو اتشو خص اتشو اشرف منه احسن منه هذا اللي يتمانع عنه الجواز وهذا عراقي هذا اكثر اصالة منك واشرف منك لان ثبت بالدليل القطعي انه جماعة النظام السابق هوايا اشرف من عدكم واتوا اللي جاي تحكمون العراق الان منيحت جنسيات لغير العراقيين باستثمار وزارة الداخلية اي صارت طبعا هم ليش مسيطرين على وزارة الداخلية من يردون يطون جناسي جناسي شنو جنسيات اصح من يردون يطون امتيازات لغير العراقيين بيدهم الامر وبيدهم الفائلات والقرار من يقل لهم لا منوا يمنعهم منوا لا طبعا سواوا هذا الشيء منشوفهم لازمين الداخلية ولازمين استخباراتها ولازمين كل شيء طيب ابو اروان موازنة 2014 يعني باختصار باختصار يعني ما اقرت وما انصرفت واموالها ما اندروا ما راحت هي اهم نفسي جواب اتا جاوبت اموالها ما اندروا ما راحت وما اقرت وما صرفت وبيوم اللي رادي يسلم الحكومة نور المالكي الحيدر العبادي شال 3 مليارات دولار قال له هذا المتبق من الموازنة اللي هي 130 مليار دولار امريك كلها راحت انصرفت فكانت هباء منثورة طيب متهم الروح الى السؤال الاهم متهم حضرتك بانه انت كل شي ما مقدم وكل شي ما مسوي لما كنت اوضوه كنت رئيس للجنة القانونية شنو هذا الاتهام ليش على شنو قائم ايه هو يقوله شنو اللي يسوا شنو اللي يقدم للبلد مثلا هو شنو يريد حتى انا ما سويته مو اكو ببعض الاحيان بالمعايير شنو شغلكم بالقانونية اوه واه احنا شغلنا قوانين اكو بعض المعايير يصورني انا سلطة انفيذية يعني كل شي بيدي اقدر اسوي واحكو ومومت يصور ايش او يصورني انا سلطة قضائية اصدر احكام ضد هذا وضضاك وازجن هذا واجيب ذاك ايش هو يصور ايش اكو وما يعرف انه احنا سلطة تشريعية بس نشرع قوانين طبعا رقابة على تشريع ما عدنا غير هاي السلطة يعني فشنو اللي يطالبني يطالبني بقوانين مو صحح غير هاي مهمتي الدستورية اللي انا لازم اقوم بها امصرح اوني وهسا راح اعيد التصريح بس ارجو الانتباه يعني من المشاهدين وحتى من النواب وجد دور النائب في تشريع القوانين وتحديدا في اللجنة القانونية نتحدث باعتباري انا جزء منها يكون من ثلاث درجات درجة اولى دورة كدرجة اولى ودورة كدرجة ثانية ودورة درجة ثالثة او حتى ما الها درجة درجة الاولى شنو يكون مساهما فاعلا ورئيسيا ومسؤولا في مناقشة القانون واقراره لاحقا هاي الاولى الثانية لا مو هالشكل ما يكون مسؤول وفاعل وحماسي ومتصدي لا وانما يناقش حاله حال بقية اخوانا واخواتا النواب يقعد يناقش ويبدي وجهة نظره ويبدي ملاحظاته وكذا هذا الدور الثاني دور الثالث لا يجي مستمع لان اكون هواية باللجان نواب اعضاء اللجان يجي المستمعين يعني ما يعرف تفاصيل الامور وطريقة التشريع والغاية من التشريع لا يقعد بس اسم عدد حاضر زين خلي هذا الثالث نهم له ما انه علاقة بي الروح للأول و للثاني في الدورة السابقة من 2014 الى 2018 شرعت بالبرلمان ثمانية وثمانين قانون بعدين صارا اكثر من تسعين راح تقلي ليش لان لما صارت انتخابات وهذا صار تشريع اكثر من قانون منها قانون الانتخابات منها ها واضح ورا دورتنا بس انا احشي لما اطلعنا كان عدد القوانين التي شرعت ثمانية وثمانين قانون قلت والان اكرر ربع هاي القوانين اثنين وعشرين قانون يستطيع الشعب العراقي والبرلمان والسلطات ان تسائلني عليها لانني انا كنت المسؤول ووراء تشريع الاثنين وعشرين قانون من الدرجة الاولى من الثاني ها درجة الاولى يعني يسا تقلي ذني الاثنين وعشرين قانون اذا بيهن خلل اذا بيهن هاي نقدر نحاسبك جواب نعم تقدر تحاسبني لانهم نجيبني تقلي اكو خلل بهذا القانون وانا كنت مسؤول عن تشريع بالدرجة الاولى شكرا بابا شكرا انا مسؤول عنه بالدرجة الاولى اقلك نعم حاسبني علي تدري انا فاجئتك وفاجئت الجمهور ايه انا جامع مية وستة وثلاثين قانون ايه انت شرعتهم قصد انت ساهمت ساهمت بتشريعهم لا ايه حتى لا اشوف خوش سؤال حلو غيري راح كيف يقولني وستة وثلاثين قانون انا اشراعتهم والله لا اكو برلمان اكو لجان اكو لجنة قانونية بها رئيس ونائب رئيس ومقرر واعضاء لجنة قانونية كلهم هؤلاء الناس ساهموا ساهموا ولهم ادوار بس انا كلامي جدا دقيق وتصريحي جدا واضح لا يقبل لا النقاش ولا الجدل ولا اللف ولا الدوران اثنين وعشرين قانون دقيق من مجموع ثمانية وثمانين قانون بيا دورة من ارباطعش الى اثمانتعش انا مسؤول عنها يعني راح تقلي مثل ايش يا قوانين قانون العزاب السياسي قانون الادعاء علىها قانون مجلس قضاء العلاء قانون اتعدك سلسة خلي طلعها خلي طلعها خلي صير الكاميرا عليها ايه زين وزين بقى ستة وستين قانون ذني شنو انا مسؤول عنهم بدرجة ثانية يعني بدرجة تضامنية مع الاخرين حالي من حال كل اللي يناقشه كل راح تقلي زين ايش معنى ذني ايش ذي اثنين وعشرين قانون اتا ذني تقول سألوني عنه اذا بيهن خلق له الجواب بمنتهى البساطة لان انا كنت مثبني ذني القوانين فسواء كانت عبارة عن مشاريع جايتنا من الحكومة او مقترحات صادرة من البرلمان لانه القوانين نوعين مشاريع مقترحات طيب سواء كانت كذا انا مسؤول انا اما تقلي اتما اتا شمي بابا هو مو الغرض استشوف دقيقة اسا الان انا حشيت وقبلها محاجتي مو اول مرة شنو يعني الغرض على اساس انا بطل وحريص وما ادري شنو روح اسأل البرلمان كل البرلمان يعرف اسا اخذي الكاميرا ادخل للجنة القانونية ادخل الان الان هاي اللحظة مو جايحة شواء صريح كاميراتكم موجودة بالمركز الاعلامي صعدوها للجنة القانونية طبوا فاجئوا المستشارين قلوا لهم شنو كان فاق الشيخ علي دورة باللجنة القانونية راح يقلوا لك كل المستشارين يداوم من التسعة الصبح للتسعة بالليل قاعد هنا احنا نخلص الدوام بالثلاثة بالاربعة بالخمسة اذا عدنا جلسة طول للستة احنا ندير وجوهنا ونروح للبيوت هو يقول سدوا الباب وراي وعيفوني لانا اكو بريد اكو قوانين اردى صيغ يعني بعض البنود بعض النقاط بعض النصوص سدون الباب عليه وابقى وحيدا فريدة ماكو احد يمي حتى اذا اشتهيت شاي لو قهوة انا اقول كون بيدي ازوي طيب فمو انا يعني هوايا حريص وخوشاد له شغل قد يكون مو حريص وخوشاد قد يكون متعتي انا بهذا الشي المتعمالتي اشلون المتعمالتي الزم كتاب اقرأ نفس الشي هاي المتعمالتي انه انشغل وانهمك بالعمل القانوني والدراسة القانونية ونظمت اللجنة القانونية حولتها الى قاعة من قاعات مجلس العموم البريطانية والكونجرس الامريكي شنو اكثر من هذا اما من اجيت بالدورة من الفين وثمانطاعش الى الفين وواحد وعشرين سويت احصائية هاي شوية نقطة محمد اه اش قد انا؟ وانا اي عندي ربع ساعة لا اقل لان حتى اروح الى عاشر اي عدنا عشرة دقائق لان ادي موضوع حتى اروح الى الفين وخمسطعش موضوع وفاة الدكتور احمد الشلبي اللحك؟ اللحك اي ما الصور من الفين واثمانطاعش الى الفين وواحد وعشرين اجيت انا للاجنة القانونية كرئيس قمت بهذا الموضوع شيئين اكو قوانين طالبنا الدستور بتشريعها الدستور قال هاي تنظم بقانون موكو فحوالي اربعين وحدة ما منظمة لحد الان هو اكثر اكو قسم منها تنظما واللي بقن اكثر من ار كلش ما عندي وثائق واوراق يمي يعني الارقام شوية ما ادري اي دخوني اي دخوني التواريخ والارقام بس اكثر من اربعين قانون لازم يشرح النص عليهم الدستور هذاني بديت انا اكتبه الاربعين قانون هاي واحد هاي واحد هاي الامر الاول امر الثاني العراق ما يزال محكوم بالاف القرارات من مجلس قيادة الثورة المنحل المنحل وهاي القرارات هي قوانين فلا تلغى الا بقانون بقانون قانون يلغى بقانون اي نعم يعني الان هي مطبقة من تروح اتل المحكمة تحتج بقرار لمجلس قيادة الثورة القاضي يحكم لك لانه قانون فاذا تقول له لا هاي شنو راح النظام وهال يقولك شنو ما لغى القرار موجود بعد وذا راح النظام فاجيت ارد اسوي غربة لهذه الالاف من القرارات حتى كلها نلغيها ألغيها بصفقة واحدة تأمروا عليه قالوا قالوا هذا ما يبقى رئيس لجنة قانونية الميليشيات طبعا تأمروا عليه ما يبقى رئيس لجنة قانونية يعني يريد اصلاح قانوني مثل اللي سواه احمد حسن البكر وصدام حسين سنة سبعة وسبعين صدروا اصلاح قانوني وعادوا النظر بكل القوانين وادخلوا فيها التطبيقات الاشتراكية وجابوا علماء القانون وبدأت اقرب اساتذة القانون نستشيره ما تخيل اول مرة بتاريخ العراق رئيس لجنة قانونية يستشير اساتذة وعلماء في القانون خارج البرلمان راح تقلوا لي منو هسا اذا قلت لكم اول واحد طارق حرب ش راح تقلوا لي راح تقلوا لي مات وين نلقان سيلة زين راح اذكر لكم احياء حتى الميت من سيلة الدكتور علي الرفاعي وهو عميد كلية القانون واستاذ القانون هذا واحد منهم بعد نقيب المحامين ضياء السعدي لان نقيب مخضرم وقديم طبعا اش اكو قضية يستشار يأخذ برأيه تطلع على رأيه كنت اوجه لهم رسائل من اللجنة القانونية انه هذا القانون شوفوا شين هي ملاحظاتكم وهذا والثلاثة وكان من المقرر انه اساتذة اخرين تبنيت مسألة تعديل الدستور واجتمعت بسيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وقدمت له طلب موقع من تسعة وسبعين نائب على تعديل الدستور وباجتماع خاص بس انا وياه قلت له حاضرة مستشار اللي هو الدكتور محمود شمس قلت له دكتور انا اتكفل تعديل الدستور بما لا يضر مع مصالح المكونات لكن اكو عندنا الغام بالدستور كثيرة هاي ازيلها واقدم لك بيها دراسة بس كنت تتبنى انت الموضوع حتى نمشي به الطاني كلمة الرجل وايضا لاحقا حتى الدكتور برهم صالح بس ما صار ايه ما صار لانه ما اكو ارادة ما اكو ارادة من جميع من جميع الكتل سن شيع اكراد مايردون يعدلون الدستور طيب خلينا انتقى من 2014 الى 2015 23 تشنين ثاني وفاة الدكتور احمد تشلبي اثيرة حولها الكثير بصراحة دقيقة انت هاي التهمة اللي وجهت ايدي قبل ما اروح لدكتور احمد تشلبي وقلت لك انا القوانين سانة ما ادري الشاشة شنو عرضت ايه لا طلعناها طلعت ما ادري طلعت خمسين قانون خمسين قانون تشاول البقية اوين امو تدري انت مية وستة وثلاثين انت مساهم بيها ايه فانا دا اقولها للناس ايه لا خلي طلعهم المخرج امو يطلع ايه اذا بابا اذا طلعت خمسين ايه لا اذا طلعت خمسين كم من الباقيات ايه كافي امو من الصبح لليل ايه انشتيم اتا ترضى انا انشتيم على ابو كل شي ما اسوي طلح المية وستة وثلاثيقان على ابو كل شي ما اسوي هالي مقصود الدورة ثانية ايضا اللي بيها انا نائب التكملة مع هالقوانين لان قلنا اذا نيش ثمانية وثمانين قانون اتا هالدورة ثانية ايجو ايه المهم فطلحين عمي خلي الناس يشوفين حتى يصورون ويعرفون انا اشناقشيت شي احتيت شي تعبيت شي بذي اللي تمجوت عمي انا ادخلت للبرلمان شعري اسويت ومو اصلع طلعت من البرلمان صرت اصلع واصلع مو اقرع اصلع وشعر ابيض وطايع ايه خلي طلعين كلين للاخير مشين لا تبقي مول نحتاج الوقت ايه ايه لا يعني احنا ما ننتظر انه خلي طلعا على الشاشة حتى لو بشكل جانبي ايه واحنا مستمرين بالحديث على ايتيح ايه ابو اروه مثل ما قلت تشري الثاني وفاتة الدكتور احمد العالد شلبي ايه هاي الوفاتة اثارت لغة وحديث واحد شكثير ايه بصراحة هل كانت وفاتة او وفاته طبيعية اه لا غير طبيعية ايه شقد عدي وقت ايه خمس دقايق شقد يا شباب يعني سبع دقايق كل يجزي أتمنى أنه راح أختزل كل الموضوع ويا الدكتور أحمد شلبي من الأخير ما نبدي من البدايات وفاته غير طبيعية لا تنتظر مني راح أقل لك الدولة الفلانية وراء قتله لكن انتظر مني أشرح لك والمشاهد ذكي والأبيب بالإشارة يفهمه كل المحيطين بالدكتور أحمد شلبي كل المحيطين يعني أقصد من حمايات من بيت من كذا من هاي من جماعة إيران هو يعرف هو جايبهم شين هو يعرف طيب واللي هو ما جايبهم هو يعرف كل المحيطين وأقرب الناس إليه والمؤتمن على كل كبيرة وصغيرة والمؤتمن على المال اللي كان همزة الوصل بينه وبين سي آي اي وبين أمريكا وبين كذا آراس كريم حبيب لفالي ويوم الليل أمريكان رادوا يلقون القبض عليه ووقفه راح شرد الإيران وعلاقة آراس بإيران يعني بالوراثة لأن أبوه كريم حبيب علاقته سابقة من أيام شاء إيران بإيران من أيام كان ساعد الأيمن للمولو مصطفى البرزاني الله يرحمه هذا أقرب الناس مستودع أسراره الذي أصبح لاحقا يا شباب يا بنات يا ولد انتبهوا الكلامي مو إلا بالشكل المباشر أنا أوجه اتهامات لو أنتقص من فلان أو أذكر اسماء بالمباشر أو هذا يعني جاي أوصل لك الفكرة حتى تفتهم حتى تعرف الأجواء المحيطة بوفاة والظروف الغامضة المحيطة بوفاة الدكتور أحمد الشلبي فآراس راح التجى بإيران وعاش بإيران وبقى أيضا هو اللي تردد منه وما يقدر يوصل أمريكا من إيران وصار رئيس المؤتمر الوطني بعد الدكتور أحمد الشلبي وصار أيضا نائب في البرلمان في الدورة الماضية من 2018 إلى 2021 هذا الرجل هذا الأول المهم جدا بالفاتحة بالفاتحة رأيت طبعا هاي حتى أوضح آراس هو الشخص المقرب وموجود بالفاتحة كعنصر أساسي ورئيسي منتهين من عدة لكن منه اللي قاموا بيواجب الفاتحة اللي يتبنى الناس من يجون من يقعدون من هاي كاستقبال كاستقبال الله بالخير ما أدري شنو يجيب لهم قهوة ما إعاداتنا وتقاليدنا ما للفاتحة آني اللي كنت واقف بالفاتحة ثلاثة أيام ثلاثة أيام متتالية زين منه الواقف أيضا يستقبل الناس ومو مثلي يعني يقل للحضور الله بالخير ومهتم وكذا أبو مهدي المهندس واقف بالفاتحة طبعا ما صار سلام بيني وبينه بس صار سلام ومباوس وكل واحد يجي إلا أنا حتى من أوقف بعض الأحيان واحد قبال الثاني ما يصير ببيناتنا لا سلام ولا كلام ولا زين السؤال ليش قمت أنا بهذا الدور بفاتحة أحمد تشلبي لازم أنت اللي جاي تسمع تقدر مو تنتقد أنت دائما تشتم أحمد تشلبي لو أنه تقول من جماعة النظام السابق فتشتم وتلعنوال دي وما تبقي لسكة أو من جماعة النظام الحالي وتقول ما سواني شيء أحمد تشلبي وسلمها بيد هذوله وأني ما حصلت فيه شيء أنت تقول فتشتم بالحالتين الطرف وين جاي يشتمه أنا ما لي علاقة بالشتيمة اللي إتي تشتمه إلي علاقة بأنه هو بالنسبة إلي صديق وهو قاد الحملة السياسية لإطاحة النظام السابق وأنا قدت الحملة الإعلامية هذا الموضوع هو علاقة وأسرار وتفصيلات أنا سيجاي يختزلك واختصر لك شريد من عندك تتسب وتشتم أنا جاي ينطيك معلومة استفيد من عده طيب عائلة أحمد تشلبي عائلة أرستقراطية يعني مثلا يجي أخوه حازم هو طبعا أخوه شبير حسن تشلبي تعرفون توفى لا رحمة الله رجل ضرير الآن اللي باقين من أخوة أحمد تشلبي حازم حازم يعني مو شغلته ما عايش كل شواية بالعراق يجي يروح يقعد طريقة الارستقراطية يروح يقعد أصلا في صدر المجلس مو بداية المجلس العزائي يستقبل الناس ويستقبل هذا هو يريد هو وغيره ربعة والأقارب ويردون الناس تخدمهم مو مثل عاداتنا واهتمام معدومة السالفة فما يعرفون ولذا قمت أنا بالمهمة يعني وما أخفيكم سر ست ترضى ما ترضى تسبني تشتمني أعلمني جدا أن وفاة أحمد تشلبي طبعا شلون العجول أنا ويايا ما سهرنا وقعدنا وسولفنا وحشينا وخططنا شلون اتقلك ما يهمك أنا إلي يهمني زين لما مات من مات أنا يواقف قلت لهم نجيب أطباء بريطانيين لو أمريكان خليفوا حصوه يشوفون شن سبب الموت قلوا لي الأطباء الإيرانيين جايين بالطريق ليش أطباء إيرانيين شن عنا العراقيين إحنا أهل الطب بس ما خلوا عراقي يقترب من الأطباء يجي في حصوه وما خلوا طبيب بريطاني يجي في حصوه وما خلوا أمريكي يجي في حصوه إجوا أطباء إيرانيين ها هاي شنون المحيطين بحمد يتشلبي إيرانيين الأطباء اللي يجون إيرانيين لما أنا واحد من الناس حشيت وبنته تمارة لاحقا تبنت هذا الموضوع بأنه خلوا نسوي تشريح للجثة عادل عبد المهدي قلت تمارة قلها أكبر غلط السوون تشريح للجثة ليش قلت ما جاو قلت جاي أطي معلومات للي صار ليش ما ليش منه اللي كتل أحمد ما حشي منه اللي كتل جاي أطي معلومات مو قلت لك قبل شوية اللي بي بالإشارة يفهمه هو لازم يفهم أنا شنوي لا أفهمه حتى بهاية ما تفهمه جايش نعلمش صريح العبارة زين هو شان مريض قبلها هو حسي جايك زين ليش قل لها لا ليش نرحوني جثة ومات أحمد الشلبي ودفن من دون أن تشرح الجثة ليش شنو السبب أريد أفهم حتى لو هسا تريد تشرح الجثة شنو شرح بعد يا بقى الجثة الآن دفن وانتهوا ويجوز بس عظام شو ما يشرح زين أحمد الشلبي بالصحة مو أحسن مني لأن أنا مريض يعني أصح من أي شاب أبو عشرين سنة بطل أحمد الشلبي من ناحية الصحية لا معاني من مرض لا بيشي على الإطلاق يركب يمشي إذا مشى ما حد يلاحق به أنا جاي عشي لك حتى بلندن من شنة يمشي بلا هيد بارك لازم أطارد يا الله لأحق به أكله كل شيء فدي يوم عزمني على أفطار بشهر رمضان بالسنة اللي مات بيها من بشهر رمضان نفس اللي أنا أحكي عنه عزمني على أفطار جاب لي شربة حتى خبز ماكو قلت له شيء هو هذا الأفطار قال هاي شربة صحية قلت له دي قومة أنا على أبوه تشاه أفطار عفو أنا أنا كان أسلوبي أغلط مو كان أسلوب ما زال حتى الآن ما أتحمل رأسا أغلط على الواحد من أشوف يعني سعى أنا عزمك يا يا أستاذ مهدي على أفطار يجيب لك شربة وقل لك هاي هي هاي شرون أفطار ليش عزمني تعال أفطار خو قل لي تعال بعد الأفطار اشرب شاي لا لا جربتها وشفتها ويا ووصلتني مسببات أي مع العلم أنا مؤكّل يعني أكلي كلش محدود بحكم يعني وضعي صحي محدود جدا حتى أخذ حبوب طيب زيان هذا أحمد الشلبي صحته ونشاطه يسبح يطارد يمشي كل مرض ما بي طبعا أكو دعاية هاي نقطة هواي مهمة أنه الدعاية أنه هو يشرب ماء تشذب تشذب مظلومين أنا وأحمد الشلبي بأنه إحنا نشرب أنا يقلولي عارك أحمد الشلبي يقلولي ويسكي إنت تشرب لا عارك ولا ويسكي جاي تشذبون على مودي يعني عدكم غاية المهم فأحمد ما يشنب هذا الرجل يموت ما شوفوا شوي ينتبه آخر نقطة آخر نقطة وجاي يأشر لي مهدي جاسم يقولي الوقت ينتهي السم الذي سقيا به أحمد الشلبي مو بيومها و بليلتها قطوهيا قعدنا الصبوحي القينامات أو تالي الليل لا لا مو يشكي السم كان يسقى على مراحل وخلال فتر يعني أحمد الشلبي مات مسموما من فترة قويلة من فترة يطوه السم آآ ويالأكل ويالشرب ويالكذا ها؟ يعني شرب أعني شاي قاوة ما شو المهم ما هي المهم ينطوه آآ على كيف مراحل تسألني ليش؟ لأنه هو موجود مو له باقي شان كشف لا هو موجود بدأ يكشف الأسرار والخفايا والمليارات وين تروح وليش تروح وين من تروح ومن قتله كان متخوف من أنه ينكشف اسمه أو الأسرار اللي راح يبوح بها الشلبي حشيت بما فيه الكفاية ووصلت الرسالة للشعب العراقي ووصلت رسالتك أحوط يا الله بعد إذنك وإذن المشاهدين تفضل عزيزي تفضل بس أطلب منك خلقني أسترسل إذا عرفت زيني شلون؟ لأن هنا معلومتيا هي وحدة إليك هي وحدة إليك ومن تعرفها أسكت إيش غير أردعك كرمزاجك؟ إي مش كل مرة مع أكرمزاجك والمعلومة الثانية للمشاهد أنا رجل صاحب كلمة بس ما أطيك كلمة أقول لك إيه راح أسكت ولده في بغداد سنة 1904 ودرس في مدارسها عالم لغوي ومحقق ومؤرخ فذ كان ينشر في مجلة التلميذ العراقي في الأشرينات موقعا ومضيفا لإسمه لقب الدلتاوي عرفت أستاذ في دار المعلمين العالية وكلية التربية وعميد لمعهد الدراسات الإسلامية العليا عضو المجمع العلمي العراقي والمجمع العلمي العربي في دمشق وعضو مراسل لمجمع القاهرة بتعثى إلى باريس لدراسة الدكتوراه في السوربون ولكنه عاد إلى بغداد قبيل اشتعال الحرب العالمية الثانية فلم يناقش رسالته من هو فقر شدي العمري؟ كان يقضي معظم أوقاته في باريس بالمكتب الوطنية باحثا وناقلا عشرات المخطوطات القديمة النادرة توسط لدى رئيس الوزراء جميل المدفعي كي يستانف دراسته في باريس للحصول على الدكتوراه كانت أطروحته عن الناصر لدين الله العباسي فساعدته فتاة فرنسية تزوجها وأنجبت له ولد مات بالسل خلال سنوات الحرب العجاف دعية عام 1939 إلى الاتحاق بدورة ضباط احتياط سنة 1939 ولكنه عفية من الخدمة العسكرية لأن قدمه رحاء يعني مبسوطة اعترف بشهادته الوزير صالح جبر وعينه في التدريس بدار المعلمين العالية ضيع عمره في التصحيح للعلماء والأساتذة والباحثين ولهذا لم يترك أثرا مؤلفا ككتاب مثل المعاصري وأقراني كان مرشحا لشيخ الكرسي مجمع اللغة العربية بمصر بعد وفاة الشيخ محمد رضا الشبيبي لكن عبد الناصر اختار بدلا عبد الرزاق محيدين وزير الدولة عبد الرزاق محيدين صحيح ظل سنين طويلة يتحدث في برامج أو في برنامج أسبوعي قل ولا تقول مات في بغداد سنة 1969 الله يرحمه الدكتور مصطفى جوات بس أنا صار عدي شوية خلط حسب معلوماتي وقرائتي يمكن أرشد العمر يتوسط له بس موجب اللي حضرتك قريته أكيد من مصدر تقول علي جودة الأيوبي ولاحقا صالح جبر هو اللي الله يرحمه هذا رجل عظيم فذ مثل ما وصفته وعده هواي النكات وطراف احنا اتفقنا أن بعض الشخصيات اللي نمر عليها نحش طراف يعني مو الغاية أنه التقليل من الشأن بالأربعينات ذاك الوقت التكسيات قليلة فكانت العربة اللي جرها الخيول هي واسطة النقل الربل الربل في العراق كله يعني هي واسطة المهم فاديوم أجل الربل ويردي يروح لأحد الأمكانة لما وصل قل قف يا حوذي لأبو الربل وذاك التفت علي قال لي احترم نفسك حوذي أنت وأبوك ما أفتهم شنو حوذي بالستينات هكو سيارات صارت تكسيات فأجر تكسي يروح اللذاء والتلفزيون وكانوا يبثون بالراديو يعني هي هاي برامجة فأبو التكسي فتح الراديو طلع قل ولا تقل هو قاعد وياه بالتكسي قال له اهو راح تبدي اللغوة السام الناس ساعتين قل ولا تقل وكل شي من يفتهم ريد نس مع غنين ريد نس شو قل ولا تقل شو وهو قاعد هو ما يدري ما يعرفه سد الراديو اي اي واي حتى العريب ما الاسترح استاعد ما كويش يقل يقل له قل استعد ولا تقل استاعد عرفتش يصح للعريب العريب شو ما عرفه بس من أطرف النكات فديوم من الأيام أدنى دقيقة اي ادنى دقيقة اي خلي نكملها لانه ما اصور نوصل الى السؤال اليوم اي اطرف النكات حول دكتور مصطفى الجواد الله يرحمه انه دعي هو جعفر الخليلي احد الكتاب والمؤرخين هذا هم كتاب ضيفه حتى تعرفون الشخصيات اقرؤ هكذا عرفته هم اعتقد هذا من زمان انا قارئ الخليلي يمكن لو محبوب مهم دعوا ايران بأيام الشاه زيارة ايران كوفيد رسمي دكتور مصطفى جواد جعفر الخليلي احد العلماء العراقيين فنزلوا بالفندق اثناناتهم كوفيد رسمي استقبلتهم موظفة الاستقبال واهتمت بهم كثيرا يعني كل حاجاتهم طلباتهم نواقصهم تلبيها كموظفة مسؤولة عن مداراتهم كوفيد رسمي فقل لها فديوم مصطفى الجواد للخليلي قل لها جاي شوفها هاي شقد حلوة قل لها ايه قل لها هاي يهودية ايه مو مسلم قل لها شلون اعرف الدكتور قل لها انت ما تدري بيانا خبير بعلم الفراسة بس اشوف البني آدم اقل لك هذا كردي عربي هندي عجمي ده رأسنا عرفه يعني فهاي البنية يهودية المهم بقوا هم اسبوع بالفندق وهاي البنية الداريهم كل كبيرة وصغيرة فرادوا واحد قل لها ثاني قال لها خنكرم قال لها بس عيب اذا اندز عليها ونكرمها شو تخر ننزل للمدير ونقل لها ريد نكرمها حتى تيجي امام المدير فنزلوا يام المدير قالوا لها شكلها هاي ريد نكرم دق الجرس اجتي قالها علوية فاطمة الجماعة يردون يكرموش قبل ما يرحون خليلي التفت على مصطفى الجوات قال لها هاي علوية فاطمة هاي مو يهودية مثل ما اتت قول قال لا يا ملعونة ولا قلتلي شوك الصايرة مسلمة قال بابو علوية جدها محمد شلون ما صايرة وشوك الصايرة مسلمة اتا وين عندك الفراسة مالتك ليش ما اشتغلتها المرة اشكرك ابو اروى ونعتذر من المشاهدين اللي ان الوقت تدركنا على اساس ناخذ اليوم حصتهم بس ترى الكثير من الاسئلة اللي جاي يوجهها المشاهدين جاي نجاوب عنها دنمر عليها ايه دنمر عليها يعني اليوم انا جاوبت على فت خمس ست اسئلة صح اذا مميت سؤال انه انت شو مقدم جوز الف سؤال مميت ايه انا اشكرك ان شاء الله نلتقي باشرة بارشا شكرا جزيلا شكرا جزيلا اه مشاهدين الكرام ان شاء الله نلتقي باشرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا